وانطلاقا من اختلاف الشركاء على أولويات المهام المحلية تؤكد مشاهد استعادة أهوار العراق جانبا من انتعاشها وحيويتها بفضل نسب مياه الأمطار الشتوية عودة نشاط الثروة الحيوارية التي تمثلها الجواميسة المهندس حسين الكناني مدير عام مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة يؤكد تجيل تحصن تدريجيا باستغلال مياه الأمطار وتحويلها من خلال الجداول والأنهار إلى الأهوار ما نتج عنه ارتفاع مناسيب المياه بنسب تصل إلى 40% مقارنة مع الأشهر الثلاث الأخيرة ويشار إلى أن أهوار بلاد الرافدين التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو لتراث العالمية قد عانت من الجفاف الذي ضرب العراق خلال الصيف بسبب قلة المطر وانخفاض تدفق نهري دجلة والفرات بسبب السدود التي أقيمت في المنبعين بتركيا وإيران المجاورتين ما تسبب بهجرة مقلقة من الريف للمدينة بانتظار متغيرات ما بعد انتهاء موسم الأمطار والقدرة على استغلالها بشكل صحيح